موسيقى صباح الخير مشاهدين اليوم الأحد 15 باط 2015 حالة جديدة من برنامج الحدث باطلاع عليكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت جملة من الملفات سنبحث اليوم على طاولة الحوار مع ضيفي السيد صلاح سلام أهلا وسهلا فيك السيد صلاح في هذه الحلقة الكثير من الملفات بحاجة لقراءتك الصحفية بدنا نقرأ بأبعاد بتفاصيل ماذا حصل تحديدا بداية من خطاب لبيال بالأمس موقف الرئيس سعد الحريري وصوله إلى بيروت هذه المحطة اليوم هي تاني محطة منذ فترة لرئيس سعد الحريري في لبنان المحطة الأولى كانت بيقابل ماضي بعيد أحداث عرسال ووصوله إلى بيروت حاملا هبت الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز المليار دولار للجيش اللبناني اليوم ماذا حصل ليحضر الرئيس الحريري علما أنه بسنوات السبقة كان عم بيطلع عبر الشاشة من الرياض أو من باريس ماذا تغير اليوم لماذا الحاجة لحضور الرئيس سعد الحريري وهل من راحة أمنية منه تحدى فعلا التهديد الأمني يلي كان دايما سبب لعدم حضوره بحسب ما يقول فريق طيار الرئيس سعد الحريري على كل حال سنبحث في الشكل في المضمون بمهرجان لبيال بالأمس سنبحث بالخطاب تحدث عن الحوار تحدث عن التسليح تحدث عن الاعتدال في منطقة ملتهبة في هذه المرحلة ما قبل الخطاب وما بعده إضافة إلى ملفات أخرى غمز لألة أيضا الرئيس الحريري من ضمن عمل الحكومة وتحيطه لرئيس تمام سلام هل فعلا الحكومة بخطر اليوم؟ هذا كمانا سؤال مصدر في هذه المرحلة راح نبحث بهذه التفاصيل برحب فيك السيد صلاح معي في هذه الحلقة اسمح لي قبل ما نبتدي حوارنا بكل هذه التفاصيل أن ننطلق من عند كاترين كريستين كريستين عفوا كريستين حفيم صار الجهزة التي وفينا بآخر وأهم التطورات بموجة سريع من بعده بين طلق الحوار تفضل كريستين أهلا بكم في إطار متابعة الإجراءات الأمنية التي تنفذها وحدات الجيش والأجهزة الأمنية في البقاع الشمالي أوقفت وحدات الجيش أمس 33 مطلوبا وضبطت 9 سيارات و 26 دراجة نارية من دون أوراق قانونية وكميات من المخدرات والأمتعات العسكرية والأسلحة الخفيفة والدخائر وجرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء لازم أكد المتحدث باسم أهالي العسكريين حسين يوسف أن ما يجري تدوله عن إطلاق المخطوفين قريبا غير دقيق وقال يوسف في حديث سحفي أن كل المعطيات التي بحوزتنا تؤكد أن المفاوضات كانت مجمدة في مرحلة من المراحل وعادت ووضعت على السكة وهي في مرحلة إيجابية مقبولة نوعا ما وأضاف ما وصلنا من معلومات بعد اجتماعنا الأخير باللواء عباس إبراهيم قبل نحو أسبوع يفيد بأن الأمور إيجابية وأن المفاوضات غير سيئة وتاليا إطلاق أبنائنا ممكن إذا استمرت الأمور متجهة بشكلها الإيجابي لمناسبة ذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه جدد الأمين العام للأمم المتحدة بن جيمون التأكيد بأن لا إفلات من العقاب وقال في بيان إن الأمم المتحدة ملتزمة دعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان ومستمر كذلك بدعم الحكومة اللبنانية في جهودها لتقوية الاستقرار والأمن بما يتناسب مع قرارات مجلس الأمن الدولي رئيس حزب القوات سمير جعجع اعتبر أن حزب الله وداعش وجهان لعملة واحدة وهي الإسلام السياسي وأن وجود الواحد منهما يغدي الآخر حتى لو كان في حالة قتال ودع جعجع في حديث مع صحيفة العرب حزب الله للخروج من سوريا اليوم قبل الغد لتفادي تبعات القتال الدائر هناك وكل ما يستجلبه علينا من ويلات معتبرا أن التخلص من الإرهاب ومختلف أشكال الإسلام السياسي يكون من خلال القضاء على التيار الفكري التاريخي المتطرف في الأزمة اليمنية يصدر مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم قرارا يدعو فيه الحثيين الذين سيطروا على صنعاء إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والإفراج عن الرئيس عبد الرب منصور هادي وأعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات وعلم أن القرار الدولي المزمع أصداره ليكون تحت الفصل السابع كما يطالب الخليجيون والذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع تنفيذ ووفق نص مسروع القرار فأن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يجري الالتزام بقراره في وعيد سبق واستخدمه مرارا في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن ولكن من دون فائدة وكان مجلس التعاون الخليجي قد دعا أمس الأمم المتحدة إلى أصدار قرار بمجيب الفصل السابع بعد سيطرة الحوثيين على السلطة وجدد وزراء خارجية المجلس عقب اجتماع عقدوه في مطار قاعدة الرياض الجوية جددوا إدانتهم ورفضهم المطلق للانقلاب في اليمن ودعمهم للسلطة الشرعية مع إدانتهم لاستمرار احتجاز الرئيس عبدربو منصور هادي ورئيس الوزراء خالد البحاح كما أكد الوزراء رفضهم الإعلان الدستوري لمن سموها الميليشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة معلنين دعمهم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية في ذكرى الرابعة للحراك البحريني خرج عشرات البحرينيين الشيعة في تظاهرات احتجاجية جابت شوارع البلاد وأفيد أن الشرطة البحرينية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رفعوا علام البحرين وصور نشطاء المحتجزين مرددين هتفات ضد الملك وأحرق المحتجون الإطارات واستخدموا الحجارة وحاويات النفايات وغصون الأشجار في سد الطرق في القرى وكان تحالف 14 فبراير قد حث المتظاهرين على الإضراب عبر أرجاء المملكة تحت شعار إضراب التحدي في كوبنهاجن وبعد ساعات على عمليتي إطلاق نار أسفلتا عن سقوط قتلين وخمسة جرحة أعلنت الشرطة الدنماركية أنها فتحت النار صباح اليوم بالقرب من محطة للقطارات في المدينة أثناء مطاردة مكثفة ما أدى إلى مقتل مدني وأعربت الشرطة عن اعتقادها بأن القتيل هو منفذ الهجومين وأحدهما استهدف عصر السبت مركزا ثقافيا كان يستضيف جلسة نقاش حول الإسلام وحرية التعبير شارك فيها رسام الكاريكاتور السويدي لارس فليكس الذي سبق ونشر رسما وسيئا للنبي محمد وقد أسفر الهجوم عن سقوط قتيل وثلاثة جرحة في مدينة دوناتسك شرقي أوكرانيا توقف القصف المدفعي عند منتصف ليل السبت الأحد إذانا ببدء سريان هدنة في البلاد وذلك بعد أن أعطى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمرا للقوات الحكومية بوقف إطلاق النار عند منتصف الليل تماشيا مع اتفاق سلام جرى التوصل إليه الخميسة الماضية ختم الموجز عود إلى مالك وضيفه شكرا لإلك يا ستة كريستين وعزرا على الغلطة رحب فيك مرة تانية استي صلاح سلام رئيس تحرير صحيفة اللواء أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة بدي انطلق من خطاب الرئيس سعد الحريري أو بالأحرى ذكرى الرئيس رفيق الحريري بالأمس بالأمس الذكرى العاشرة كان شعار هذه الذكرى مكملين اليوم مكملين لوين على نهج الرئيس طبعا يعني على رهج الرئيس صافيق الحريري صاحب المشروع النهوض الاقتصادي والنهوض الوطني بنفس الوقت يعني وكلنا منعرف شو كان دور الرئيس الشهيد بتوصل الاتفاق الطائف بتحقيق الاتفاق الوطني في ناء الحرب وفي إعادة إعمار ما دمرته الحرب يعني سواء في بيروت أو في مختلف مناطق لبناني ما في شك إضافة أنه مكملين على نهج الرئيس رفيق الحريري بالنسبة للاعتدال والحوار مع الآخر والانفتاح الآخر والتفاهم هلأ هود أني قطحك عنه من الرئيس الحريري الرئيس سعد الحوار التسليح الاعتدال بدي يمعيش بكل نقاط لأنه تماما نعم حكي عن الثوار وهاجم اللي عم بحاوره حكي عن الاعتدال لا مش هاجم اللي عم بحاوره بدي بدي فاصل بكل نقاط بس هلأ خليني بشكل عام بذكرة المسيرة وين والخط وين والنهج وين ما حصل بالأمس يمثل استمرار لنهج رفيق الحريري هذا المهرجان كان استمرار لنهج رفيق الحريري هالرسالة المهرجان كانت أنه نحن مستمرين ومكملين على نهج الرئيس ومشروع الرئيس رفيق الحريري مشروع الرئيس رفيق الحريري مثل كل سنة نسأل نفس السؤال مشروع الرئيس رفيق الحريري كان يلحظ المشاركين بهذا المهرجان كان مشروع عن وطني أنا مش عم ناقش مشروع وطني بس اللي قاعدين صف أول بهذا المهرجان مش أطرف لبنانية وطنية بالنتيجة اختلفوا بالسياسة بفتد الفترات من الموقف من الوجود السوري كان الخلاف مش من المشروع من المشروع الوفق الوطني ولا من المشروع الله يرحم الرئيس الحميري هجم كتير بحياته من الناس حتى من كتير ناس اللي كانوا عاديين صف أول صحيح ما عم تقول كان الخلاف الأساسي بالبلد وانكسام بالبلد بفترة الوجود السوري من مع الوجود السوري ومن يعارض الوجود السوري وبالتالي اللي كانوا عاديين مبارح بالصف الأول أو بعضهم كانوا يعارضون الوجود السوري في لبنان. من قرنة شهوان وقبل قرنة شهوان كان معارضة الأساسية للوجود السوري بس كمان ما فينا ننكر أنه كثيراً عردت سياسات الرئيس الحريري الاقتصادية على سبيل المثال. انتقاداتها كانت فيها نكيات أكثر ما فيها انتقاد علمي وانتقاد عملي. وكانت كما نعرف صراعه مع الرئيس أمير الحود عطل قرارات باريس اثنين عطل قرارات باريس واحد وعطل الكثير منها الخطوات الاقتصادية الإصلاحية اللي كان معول عليها في تحقيق نوع من إصلاح اقتصادي بالبلد. على كل حال بات بات الحاضرين بالأمس بالصف الأول هن اللي بيحكوا عن رئيس الحريري. اليوم هن 14 دار. يعني خلينا بالصف الأمامية الى 14 دار. نوعاً 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 وما ننسى يعني الحضور كان متميزاً بالأمس كيف أنه في حضور من 8 أدار كانوا موجودين وهذه الشغلة مهمة. بدي اسأل عن هذه النقطة. وهي شغلة كتير مهمة. مش بس 8 أدار لأنه طيار الوطني الحر عادة بيرفض حصره بـ 8 أدار وبيحيد نفسه كطيار وطني حر بالأمس جبران باسين ممثل عن العماد ميشيل عون. يسبو صعب من تكاتل تغيير والإصلاح مع حفظ الألقاب. ألاعون ونعم طلق أبي نصر شرحي. ماذا يعني وجود الأربع شخصيات في هذا المهرجان للمرة الأولى من 10 سنين لليوم؟ هذا يعني أنه هذا السياسة الانفتاح اللي عم يتبعها الرئيس سعد الحريري سياسة الحوار اللي بدأها مع الطيار الوطني الحر واللي عم يكملها اليوم مع حزب الله عم تعطي ثمارها يعني عم يلي ترجع ترمم جسور التواصل بين الأطراف السياسية اللبنانية. بمرحل من المراحل كان فيه هناك قطيعة بالعكس كان فيه هناك نوع من قصوم السياسية. صحيح؟ لا. عم نشوف أنه هذا فيه نوع من حوار فيه نوع من أخد وعطى فيه نوع من بحاولة الوصول إلى التفاهمات على مختلف الملفات والأزمات اللي عم تتشل البلد وبالتالي هيدا عم يتمهد للتواصل بين الأطراف السياسية ومبارح ما ننسى أنه كان فيه كمان ممثل عن الرئيس نبيه برري صحيح؟ عبدالله بزان الرئيس برري يعني بعمره ما قطع هذه الشعرة بالعلاقة للرئيس سعد الحريري قطع مع الرئيس نبيه برري لطالما كانت العلاقات من أطعت بيناتهم مثل من أطعت بفترة من الفترات بين تيار الوطني الحر وتكتل تغيير الإصلاح وتيار المستقبل صحيح صحيح ولكن الرئيس نبيه برري ما كان يشارك بالسابق في المهل في المسلات المناسبة حضور الممثل وجود ممثل له في المناسبة كمان تأكيد على هذا الجو الانفراجي السياسي اللي نحن عم نعيش من خلال قنامات الحوار اللي شغالي سواء بين تيار المستقبل وحظب الله أو ما سيستجد من حوارات بين الكوة اللبنانية والتيار العوني والتغيير والإصلاح تيار العوني لماذا غب حزب الله بالأمس؟ الغائب الوحيد إذا بدنا نحسبه بالسياسة يمكن ما بارف إذا تيار المرض أحضر ممثل عنه في لا ما أظن تيار المرض ده ما كان في حالة بس فعليا انتكتوا لتغيير والإصلاح طيار الوطني الحر حركة أمال وكتل التحرير والتنمية موثل عن رئيس نبيه بالري كل الأفريقاء السياسيين حضروا من 14 فغائب نوعا ما كقيادات على صعيد قيادات 8 أدار هو حزب الله شوف ما بارف إذا أولا وجهت الدعوة للوزير إسلامين الفرنجي أو لحزب المرض يعني هذه ما ما في معلومات ما عندي معلومات حولها يعني هذا بالنسبة لغياب المرض ولكن أنا بعد تاني يعني متوقع غياب حزب الله حتى لو وجهت لهم الدعوات لأنه شو المناسب هي مناسبة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحرير اللي فيه أربع متهمين من قبل المحكم الدولي يعني أنهم ينتمون إلى حزب الله وبالتالي حضور حزب الله في هذه المناسبة لم يكن متوقعا يعني ولا لم يكن مطلوبا حتى يمكن كمان حفاظا على أجواء الحساسيات اللي نحن في غيرها عنها يعني وست بنقدر نقول أنه إلى جانب ذلك قنوات الحوار يعني والحرص على الحوار موجود لدى الطرفين تيار المستقبل وحزب الله واضح كان الرئيس الحرير شدد على هذه النقطة يعني أنه الحوار حاجي وضرورة بدنا نمشي فيه تماما نظم كال الانتقادات اللي انتقاد للمتحاور للفريط المتحاور معه يعني انتقاد حزب الله بالشكل وبالمضمون وبنيات كثير بدي فصلها بالحديث عن الحوار بس قال الحوار ضرورة وأكتر منك بقول لك في كتلة المستقبل وفي جمهور المستقبل كان فيه انتقاد للحوار كمان يعني هدها كمان الرئيس سعد الحرير كان عم بوجه رسالة لكل المنتقدين الحوار حتى داخل طيار المستقبل وجمهور طيار المستقبل آه برأيك كانت رسالة يعني رسالة على جميع جميع مستويات وجميع التجهات طبعا رح اسأل عن موضوع الحوار وكتلة المستقبل بس تأنهي بالشكل حضور الرئيس الحرير ماذا يعني حضور الرئيس سعد الحرير بعد فترة غياب طويلة والمناسبة زيتها يعني سنة الماضي واللي قبله واللي قبله كان الرئيس الحرير غايب منذ الـ 2011 منذ آخر مرة شلح الجكات وقته بوسط بيرو بسحة الشهداء من الـ 2011 2012 2013 2014 كان غايب كانت المهرجانات بالبيال وبيطلع عبر الشاشة ماذا تغير ليحضر الرئيس سعد الحرير اليوم أنا كمراكب بفهم حضوره بعدة نقاط الحقيقة أولا يشكل صدمة إيجابية لجمهوره الجمهوره الذي يعاني من حالة أحباط بسبب الأوضاع السياسية بسبب الأوضاع الأمنية وسبب الأوضاع الاقتصادية وبسبب هذا التباعد الحاصل بينه وبنكيته بسبب غياب الرئيس سعد الحرير حضوره مثل ما شفنا مبارح عمل حالة إنعاش في جمهوره في جميع المناطق اللبنانية وليس فقط بإطار المهرجان في جميع المناطق اللبنانية هيدا واحد اثنين صدمة إيجابية للوضع السياسي بالبلد وتعتبر دعم إيجابي للوضع السياسي بالبلد عم بأكد إنه نحن في مرحلة انفراج سياسي بمرحلة انفراج أمني وبالتالي بيقدر بهذه الأجوة أن يكون الرئيس سعد الحرير حاضرا ويأتي إلى بيروت سوء بقيا في بيروت أم غادرها مجددا وبالتالي هذه إشارة على أنه نحن في حالة انفراج سياسي في حين أنه الحرائق والعواصف عم تضرب دول المنطقة حوالينا ونحن بعدنا قادرين نتماسك ونحمي بيتنا من هذه العواصف ومن هذه الحرائق المرة اللي قبل اللي إجر رئيس سعد الحرير كانت مثل ما ذكرت ببداية هذه الحلقة بقاب الماضي بعيد أحداث عرسال حضر رئيس سعد الحرير عقد سلسلة اجتماعات مع رئيس الحكومة مع في السراية في بيت الوسط مع قائد الجيش مع عدد من القيادات الأمنية لرصد حاجات الجيش اللبناني وبعض الأجهزة الأمنية عدد كبير من الأجهزة الأمنية لأنه كان بجعبتو مليار دولار بعد اليوم ما كتير بيانت ممكن نسأل هلأ عن السلاح ولا تأخر لليوم بس أنه حضر لأنه ودفاعا عن لبنان ما فينا نقول عن طرف دون الآخر دفاعا عن لبنان بالكامل اليوم الموضوع مثل ما عم تحكي حضرتك أدية اليوم موضوع محصول بشارعه لا 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 نحن بعدنا ما كملنا تحديثنا معي نحن قالنا أولا جمهوره تاني الوضع السياسي الانفراج السياسي العام بالبلد والوضع الأمني وتالثا تأكيد أنه الحوار بدأ يؤتي سمار بشكلنا أو بآخر وهذا ومن يمكن من نتائج الحوار أنه هذا الاسترخاء الأمني اللي عايشه البلد اليوم وهذا التنفيس الاحتقان اللي كنا عايشين على مدى السنوات السابقة خاصة في الشارع الإسلامي عم نحس أنه لا عم بنفس شوية هو قال أنه أحد أبرز مسببات الحوار تنفيس الاحتقان الشيعي وقارب خطابه تماما تماما يعني اعتبرت أنه هذا الخطاب بقدر ما هو خطاب وطني بامتياز كان خطاب صريحا وواضحا وحاسما في جميع مفاصله وفي جميع الموضوعات اللي اترق له ما كان فيه يعني لا مسيرة ولا كان فيه مدهنة ولا كان فيه يعني تدوير زوايا بالمواقف الأساسية وثوابة التيار المستقبل بدليل أنه حكي عن الملفات الخلافية الأساسية مع حزب الله معه وعددها أربع ملفات أساسية وشرح تفاصيلها وشرح تفاصيلها ورجع قال نحن متمسكين بالحوار وبدنا نتابع الحوار وبدنا ننجح هذا الحوار يعني بتصور أنا أنه هذا الخطاب مبارع أوضح كثيرا من الأمور خصوصا يعني بالنسبة ليس فقط لجمهور المستقبل حتى بالنسبة لكل اللبنانيين بس سياسة في لبنان خصوصا يعني وخصوصا حزب الله كمان يعني واليوم نحن ما رايحين لمحال نعمل تسوي نحن حزب الله على حساب السوابت والمبادئ نحن لن نعترف لحزب الله بقرار الحرب والسلم فوتني تغرب تفاصيل الخطاب واحدة من القصص فوتني تغرب تفاصيل الخطاب أن يقول أن يقول الرئيس سعد الحريري خصمي أنا وياه في خلاف على هاي النقطة وهاي النقطة وهاي النقطة وخلافات جزرية يعني انقسام انقسام مش أفقي عمودي صحيح وبعد نمكمل الحيوان شو يعني هيدا ما هو البديل عن الحيوان ما هو البديل خلينا نقو اوكي جردنا ثلاث سنين قطيعة وشحن وتعبئة معيك بالشارع ووصلنا الشارع إلى حفة الفتن المذهبي طيب حلينا شي من ملفاتنا الخليفية ما حلينا حدا نقدر يسجل على الطرف الآخر انتصارا في جولة ما ما حدا نقدر حدا نقدر يلغي الآخر ما حدا وبالبلد باللبنان ما حدا نقدر لا يلغي الآخر ولا يصادر إرادة الآخر وبالتالي إذن نحن محكمين بشي اسمه حوار هلا نطفق على بهذا النتيجة نحوض النقاط الأساسية رئيس الحريري ما فتح باب للحوار بهذه النقاط كان حاسم كان حاسم الأربع نقاط الخليفية أنه يعني إذا بدك توصيف بنعيشك اليوم للي عم بصير أنه بدي منه وتفعلي لا 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 هيدا الشيء عايب عليك اللي عم تعمله بس أنت حبيب قلبي لا لا خلينا نوضح نحن يعني أهمية الحكي اللي قالوا مبارح الرئيس الحريري بصراحته وبوضوحه إذا بتذكر الأربع الملفات اللي قالها فينا نرجع نذكر الناس أكيد معيك مشاركة الحزب بسوريا المحكمة الدولية معيك قرار الحرب وسلم قرار السلم والحرب بالبلد وريأس الجمهورية هولي أربع ملفات شوني أربع ملفات زاد انتدادات خارجية أقليمية مش لبنانية بحثة وبالتالي المرجعية القرار فيهم لا لا حزب الله ولا لطيار المستقبل ما هيك إذا هولي حلهم وعالجتهم له علاقة بالتسوي الأقليمية اللي نحن ننطرينها على إيقاع الاتفاق النووي على إيقاع شي صفقة بين أمريكا وإيران على حوار بين المملكة العربية السعودية برغم أن نعرف ما هيك ننطرين تسوي أقليمية طيب أما الملفات الداخلية واللي حكي عن أنباء تنفيذ الاحتقان الداخلي هدا بده قرار أقليمي تنفيذ الاحتقان الداخلي نا هو ما بده قرار أقليمي هو مجرد ما قعدوا مع بعض ارتاح الشيء عم نقول مثلا الباحث لنقول بالتطبيق الخطط الأمنية وشاعة هالجو الأمنة في مختلف مناطق لبنانية كمان بده قرارات أقليمية حيى الخطة الأمنية وضربة مبالح نفس الشيء يعمل حيى الخطة الأمنية وضربة مناطق مسكرة قاعد نهاد المشنوق قدامه للرئيس الحريري قاعد قدامه وجه له تحية مناطق مسكرة مناطق ما فينا نفوت عليها وكان قبل بنهار قبل بنهار يعني أقل من 24 ساعة كان الوزير نهاد المشنوق بالبقاء الشمالي مش بس بالبقاء الشمالي بالنقاط يلي غمز مننا الرئيس الحريري لا لا تشوف بأصعب مناطق حكي عننا الرئيس الحريري بس كي واضح أنه قصد تأييد ودعم لخطة الأمنية وأنه لو لا أنا مش عقول حياء حياء وحياء الخطة الأمنية الخطة الأمنية على طالة الحوار من أول بس أنه في مناطق مسكرة وقبل بنهار يمكن مناطق مسكرة مش قصدوا محل ما راحوا للخطة الأمنية بالبقاء الشمالي يمكن عم يحكي بالضحية يمكن عم يحكي وناطق أخرى ما بعرف ولكن أنا عقول أنه شو الموضوعات الدخلية اللي عبدو حول الحوار اللي ممكن يوصلوا فيها لنتيجة معيك إذن عندنا تنفيذ الاحتقان تنفيذ الاحتقان الخطة الأمنية تفيعمل الحكومية الحكومية بمرحلة شلل يعني وقصة تسليح تسليح الداخل يبدو Sean سرايا المقاومة سرايا المقاومة نحن عم نحكي بتنفيذ الاحتقان معيك سرايا المقاومة شو سرايا المقاومة مجموعة مسلحين من أحياء السنية موجودين في وسط جمهور طيارة للمستقبل هالإحتكاكات اللي عم كانت عم تصير بينه بين طيارة للمستقبل عن طعم الحاساسيات مذهبي وأجواء عبدأي مألة مبررة ولألة طعمة وبعدين هولي يمكن كنا نقول أنه موجودين لأسباب بمرحلة الخلاف والصدام بين طيارة مستقبل وحزب الله هلأ ما عدد موجود هذا لأ الا 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 استدام يمكن الخلاف السياسي موجود ولكن الاستضامة لأني مع دوارد يلي متضايق من سرايا المقاومة بيشارعه بقلب شارعه بيقبل اللي صار مبارح البسافنات اللي انقصفت لا أكيد لا بدليل أنه الوزير أشرف ريفي اللي هو يمثل طيار المستقبل بالحكومة طلب ملاحقته مين وصل لنا؟ بالنتيجة سرايا المقاومة ضرب البسافنات لا لا ما هو بالنتيجة بدك تحكي بالفعل وردة الفعل بدك تقول ماذا حصل لما صار بخطاب السيد حسن نصر الله صار في إطلاق نار كثير والضجل اللي صارت مبارح كان خطأ كبيرا اللي يحصل كان يجب أن يكون هناك اندباط من جنوب ومثل ما بده يسأل حزب الله لماذا تسلح هذه المجموعات بده يسأل بطريق جديد من سلح هذه المجموعات اليوم الرئيس الحريري مش مفروض يسأل منين وصلت لهم البسافن اللي انضربت مبارح كمية مجنونة بلعبة الفعل وردة الفعل ما فيش اسمه عائل ما هيك؟ أنا كنت بتمنى أنه يكون في ضابط لجمهور المستقبل المبارح أنه ما يصير فيها يمكن كانت الرسالة أقوى أنا هدهو كانت الرسالة أقوى وأبلغ وكان فيه مبرر أنه يذهبوا أبعد ما هيك؟ بالنسبة لموضوع السراية المقاومة والسلاح بالشارع بس أنا أقول لك الناس في حالة انفعال يعني يمكن قد ما حاولوا يضبطوا جمهور المستقبل يسيطرتون على وضعهم الناس في حالة انفعال يعني مثل ما صار بالنسبة اليوم ما طلل سيد حسن نصر الله طلعوا ناس بحالة كمان يعني نوع من انفعال مش طبيعي يعني حتى مش بس يمكن بس في ناتي ممكن أكتر يبدو يبدو أنه في بيان ما بعرف بعد مش أكيد المعلومة بس يبدو في بيان من الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله يدعو فيه مناصره إلى عدم اطلاق النار عند أطلالته المقررة غدا عظيم هلأ عم بقرأها على تويتر عظيم يبدو أنه بدنا نوصل لهون بدنا نوصل لهون هاي دي اطلاق النار عادي بشعة تقبيل بشعة ايه بس أنه اليوم اليوم عم يتهم حزب الله بأنه مسلح ناس لا تقوص بس اللي قوصوا اللي قوصوا مبارح من نان جابوا شو بيعود هبياتهم عناسة خبرية مسلحية رابطة بس خلينا نقول نقطة هون شغلي أنه اللي قوصوا اليوم قطل السيد حسن نصر الله مش كلهم سرايا مقاومة يعني كمان نقطة خلينا أنه ما اضحى معلي شي ونقول أنه سرايا المقاومة معاد لها مبرر وجود في ظل هذا الجو السياسي الانفتاحي بين حزب الله وطيار الصباح إذا نحن حارسين فعلا على تنفيس الاحتقان بدنا نروح نعالج أسبابه سرايا المقاومة ما بقى فيه إلى داعي لازم تنشأل تنفيس الاحتقان برأي حضرتك أنه بلشت قصوص تبين مجرد ما قاعدوا مع بعض كان كتير واضح رفع الصور والعليم بالشوارع وشغلية تاي هاي دي ظاهرة صحية صحية ولها أهميتها نحن في لبنان بالتمانينات كان نصير شي اسمه معركة العلم مصبوط معارك طوية من يحط العلم هون من يحط العلم هون وبالتالي شغلة كتير ممي هي تخطينيها بالنقاط اللي قال الرئيس الحريري فينا نتحرك فيها داخلي أنه هذه النقاط فينا نتحرك فيها داخلي نقدرنا نتحرك حتى وصولا إلى انتخاب خطة الأمنية بلشت على الأقل نهاد المشنوق مع حفظ الألقاب للمرة الثانية إذا الرئيس الحريري مش راضي تماما على الأقل نهاد المشنوق راضي تماما نعم عم يعمل أقصى ما يمكن أن ينعمل يعني يعني انصفا وبالتالي ما فينا نقول ولا مأثر أو ما يعمل لا مش عم نقول بالعكس راضي تماما راضي تماما أنه هذا المشنوق عن الوزير أنه هذا المشنوق عن ما يعتبره إنجاز أنه قدر على الأليلة مش رح فوت بكتير تفاصيل بس أنه الشمال صار رايق طرابقص وعكتر بكل ما ما يحصل فيه لا لا ما في شك بيروت فيه شغل أمني لا فيه شغل أمني يعني ما فينا نقول لا فيه نجازات أمنية يعني ما يعني من الظلم أن نقول أنه والله الوزير النهارد المشنوق ما عم بيقوم بس أنه سلكت يعني النقاط اللي تحدث عنه الرئيس الحريري بالأمس أنه عماصر مهدئة للشارع الداخلي وبأرار منه سلكت صحيح النقاط الأربعة اللي هي عم تقول حضرتك أكبر منه امتدادة أقليمية امتدادة أقليمية صحيح وضح أنبارح لجمهوره كان موضوع توضيح على جمهوره هل كان جمهوره رافض تماما للحوار لحتى اضطر الرئيس الحريري يطلع يبرر له أنا لقعت على الحوار شوف خلينا لك بصراحة كان فيه تململ من جمهور طيار المستقبل أو على الأقل في بعض شرائح طيار المستقبل تململ منها الحوار على اعتبار أنه نحن كل من روح للحوار نقدم تنازلات وبالتالي نحن اليوم ماذا باقيها بين إيدينا نقدمنا التنازلات سواء يعني بمؤتمر دوحة أو بعد مؤتمر دوحة أو ما قبل مؤتمر دوحة أنه أنه نحن كلما فتنا على جولة الحوار نحن الطرف اللي نقدم التنازلات حرصا على شيء اسمه وفاق والأمن واستقرار وننتهم بينه نازلنا وخطرنا من هذا المنطلق كان في خوف هلأ لما بدأت النتائج تظهر وعن تكون نتائج إيجابية يعني فينا نقوله أن هذا الخوف عم يتقلص هذا الحضر بدأ يعني يتبدد شوية تلاشى شوية شوية وبدأت مظاهر الارتياح على جمهور طيار المستقبل على الفعاليات طيار المستقبل تكون أوضح على الفعاليات على الجمهور قدر جمهور جمهور وفعاليات ليش لأنه بالنتيجة عم بيشوفوا أنه فيش نتائج على الأرض عم تتحقق عم تعمل جو انفراج بالبلد وجو انفراج حتى بمناطق جمهور طيار المستقبل أنا بل لك العقدي في عقدي اسم صرايا المقاومة ايه بدأ حل بدأ معالجي وما حدا عم بيقول بس حلولنا مش هاي العقدي اللي بتخنق بلد وبتنفس بلد لا لا خليني نقول لك أنه ما حدا عم بيقول بدنا نحل سرايا المقاومة أو اشتبونا سيارة المقاومة أنه يخمي هاسلاح اللي هو عم بيظهر ويعمل استفزاز ويعمل توتر بالشارع منضبه عجانة بخلصنا بمرحلة أولى وبعد دائما نشوف شو نعمل بس أنه على الأقل أنه إلغاء المظاهر المسلحة إلغاء مظاهر مسلحة وقف الاستفزازات ضبط العناصر أكتر وبالتالي خلي الناس ترجع تحكي بها بعضها بجدور الحوار يكون هو حوار السلاح فقط بعض الفاصل الإعلاني استكمال لموضوع كلمة رئيس سعد الحريري بما تضمنت من مواقف بدأ أحكي أكتر عن نقطة الاعتدال التي تحدث عن الرئيس سعد الحريري لأنه ربط الداخل اللبناني بالمنطقة برسائل الموجهة لحزب الله في موضوع المحكمة في موضوع القتال في سوريا وفي موضوع رئاسة الجمهورية وما قبل الخطاب وما بعد الخطاب فاصل قصير ونعود أعود إلى لكم مشاهدين أولا متابعة برنامج الحدث وضيفي رئيس تحرير صحيفة اللواء السيد صلاح سلام السيد صلاح بجدد تريد فيك في هذه الحلقة تحدث الرئيس الحريري في خطابه عن الاعتدال أصر أكثر من مرة تحدث عن لغة الاعتدال عن خطاب الاعتدال عن مسيرة الاعتدال حتى رجع بالتاريخ لمسيرة الرئيس رفيق الحريري ذكر بأنه لطالما كانت هذه مسيرة ومسيرة الاعتدال ومستمرون على النهج والوضع بالمنطقة متوتر ومفروض علينا نمشي بنهج الاعتدال ذكر الاعتدال بشكل متواصل رسالة لمن؟ رسالة لكل الأطراف المعنية في الداخل وفي الخارج وخاصة في ظل هذا موجة التطرف اللي عم تعيشها المنطقة أو اللي عم تحاول تشوه سمعة الإسلام ومفاهيم الإسلام ومبادة الإسلام يعني اليوم الزعيم الوطني والزعيم الإسلام الأول في لبنان لما يحكي عن الاعتدال يعني هو عم يرفض كل شيء اسمه التطرف كل شيء اسمه غلو كل شيء اسمه إرهاب وقال نحن اليوم دعينا حزب الله للبحث بستراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب وهي الشغلة يجب الوقوف عندها طويلة أنه اليوم رغم كل خلافاتنا أنا ويه تعالى نحكي كيف بدنا نكافح الإرهاب وأنا راح يعني في ناس كتير بيعتبروا أنه تيار المستقبل عم يكحب نفسه في شغلات هو في جنعنا مثلا لأنه اليوم المعركة معركة دائرة ما هيك في معركة دائرة ضد الإرهاب في تحالف دول نفيت براس حربي في تحالف دول طويل عريض وفي تانيا في يعني في معركة بين حزب الله والمنظمات الإرهابية المتطرفة بشكل مباشر بحجة أنه ليش حزب الله موجود بسوريا فنحنا المعركتنا مفتوحة عم يجي تيار المستقبل هو غير معني بشكل مباشر بهذه المعركة واللي ينتقد مشاركة حزب الله في هذه المعركة عم بقوله تعال نطفحنا بي تعال نطفحنا بي تعال نطفحنا بي تعال نطفحنا بي لنحارب هذه الأرهاب ونحمل بلد يعني في موقف وطني أبعد أسمى وأهم من هيك بس أن يخرج أن يخرج حليف سعد الحريري والحليف الأصيل لتيار المستقبل والجناحة الثانية في 14 أذار سمير جعجع اليوم صباحا بعد كلمة الرئيس الحريري مصر إلى 12 ساعة أن يخرج اليوم سمير جعجع بموقف يقول حزب الله وداعش وجهان لعملة واحدة شو عم بقله لسعد الحريري سمير جعجع هذا الأمر يعنيه للدكتور جعجع معلش أنت بتعرف اليوم 14 أذار جبهة سياسية عريضة وليست حزبا واحدة يعني ما وليست بالنتيجة تنظيما سياسيا بس 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 كما قالت حضرت في اليوم الرئيس الحريري راح بمبادرة لبعيد معقول معقول مش منسق مع حلفاءه بهذه المبادرة حتى لو كان منسقا لأنه لأنه ماشي عم بيقول له طعا حط إيدي بإيدك لنحارب الإرهاب ما هذه هي يعني اليوم حتى لو كان منسقا بيطلع الدكتور جعجع يحكي هذا يعنيه أنا أهمية الحكي اللي عم بقوله وعم ضوّع ليه بكلام الرئيس سعد الحريري أنه هذا الفتن المذهبي يعني أن سني طلب من الشيع أن يضع يده بيده لمحاربة الإرهاب هل أد حجم هل أد حجم سني وشيعي بمواجهة هل أد حجم لا أصدق أنه هيدا إطارة هيدا إطارة مشابهكي 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 حجم الكل لا لا هي هي موفق كبير جدا مشروع كتير ضخم موفق كبير جدا بنفس احتقام منطقة كلها بيكون رسالة للمنطقة كلها منطقة متوترة بس مش هون القصة القصة أنه أرادها الرئيس الحريري أن تكون موقف إسلامي موحد مش سياسي موحد تماما لأنه الإرهاب يحاول تشويه سماعة الإسلام الإرهاب يستهدف الإسلام أولا قبل أن يستهدف قصوم الإسلام وبالتالي يحاول عن برد بنفس السلاح ولكن بالموقع آخر وحدة إسلامية بمواجهة الإرهاب ليش أول ثمير جعجع على هذا الموقف ما عندي تفسير حقيقة فوري يعني هلا لأنه أنا بعتبر أنه دايما الدكتور جعجع بحب يتميز بمواقفه يعني ما بعرف الله هي على طريق لأكون أبعد ليش عم يتعرض سعد الحريري لهذا الإطلاق النار السياسي كتير يعني أنت تعرف اليوم مواقف في نيران صديقة حضرتك إلت في نيران صديقة من قلب المستقبل عم يتعرض لإطلاق نار وحضرتك أنا ما شايف في إطلاق نار فيه التباينات بجهة النظر أحيانا والإجتهادات طبعا حديثه عن الحوار رسالة إلت حضرتك حديثه عن الحوار للرئيستاذ الحريري رسالة لحزب الله ولتيار المستقبل في الداخل اللبناني لمن يطلق النار على هذا الحوار لمن انتقض الحوار صحيح وانت تعرف اليوم أنه اسمعنا أصوات علنية تنتقل الحوار من داخل تيار المستقبل تحديدا سواء الكتلة النيابية أو الأطراف أخرى وبالتالي هذا التوجه اليوم شو أهمية خيادة سعد الحريري معني شي خلينا نقول مع حوز الألقاء أنه بيأخذ قرار ويتحمل مسؤولية هذا القرار وبيمشي فيه للآخر وأهميته أنه ما دايما بيكون هذا القرار أسير العواطف في المشاعر الشعبية العطفية وبيشوف أحيانا أنه في شيء اسمه مصلحة وطنية علية قصوى التجاوز المصالح الفئوية أو الحزبية أو الشخصية بيمشي فيها وهذا نهج الرئيس رفيق الحريري يعني نحنا اليوم قديش كنا أقراب للرئيس لماذا ما بيتبع الرئيس وقت السنيو لماذا قدي كنا أقراب للرئيس رفيق الحريري لماذا أنت هم تحاول تزرع ألغام مش عم تزرع ألغام بس أنه اللي بده أقوز من كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة مش رح يطلع مع حفظ الألقاب يعني وهن بيعرفوا فؤادة بعززون بس أنه مش رح مش رح يقرر فرضا يمكن يمكن صح يمكن غلط بس مش رح يقرر النايب جمال الجر رح يطلق الرصاص فرضا على الحوار إذا أو يطلع بيان كتلة المستقبل لو لم يكن فؤاد السنيورة راضي الاستقرار والانفراج بالبلد وشو السر بالكل الجلسة بيطلع بيان أو موقف ناري لا لا مع كل خطوة أنا بقول لك يمكن الرئيسة نورة بهمه يكون نتائج الحوار أسرع وأكبر مما هي عليه اليوم ولكن طبيعة الحال الصعوبات والتعقيدات اللي عم تعطل للحوار مش سهلة كمان يعني مثل عم نشوف يومية في مواقف وفي أحداث عم تسير وكأنها تتعمد عرقلة هذا الحوار وهلا اليوم عم تقول لي في إطلال بكر السيد حسن نصر الله ما بعرف هل كانت مقررة بذكرى ذكرى اغتيال شهيد عماد مغنية هو بيصادف 14-15 تم تحديد الموعد ذكرى القادة شعار المرحلة ما تخطى بعرد على خطاب الرئيس سعد الحريري بمعنى كنت تركها لحالة بدي أسأل السيد أن لا تتحول إلى سجيل بين القيادتين لأننا اليوم بيغنى عن هذا الوضع أنا أعتبر اللي يرجع أهم في خطاب الرئيس سعد الحريري تمسكه بالحوار اعترافه في وجود ملفات خلافية أساسية وجوهرية ومع ذلك بس لا يفسد في الحوار قضية لا تحول دون استمرار الحوار وأنجاح هذا الحوار واثنين عن جده حزب الله تعالى نطف على استراتيجية وطنية لمحاربة بس كمان يؤخذ على تيار المستقبل اليوم أنه الرئيس سعد الحريري طالع عم يحكي عن اعتدال مبارح ريتك وكتير للأسف اليوم الشارع صار مسيز صار سابق السياسة حتى لو أن السياسة تغاضط وكانت عم تسلم على بعضها وتبوص بعضها اليوم إذا تشوف العالم على تويتر شو بتحكي بتحكي تماما عكس شارعة بتحكي تماما عكس وتيار المستقبل كلف 42 محامي للدفاع بالزمانات عن موقفه عبرة اللي هن جامعة الأسير اللي اليوم مشروع كان يحكي عن أنه قائد لداعش بلبنان أمير داعش بلبنان رئيس الحريري بيحكي عن اعتدال ويوم الأمن العام بزمان وقف شادي المولوي نزلوا قطعوا طرقات وحرقوا بلد وخربوا الدنيا وعملوا أنه الشيعي وقف السني وكتلة المستقبل خربة الدنيا يوم هلأ ما بدي أرجع بالتفاصيل لورا بس اليوم أنه هذا الفريق كيف بيحكي عنها لا 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 في خلط في خلط كبير لا حرام يعني خلينا نقول الأمور كما هي 42 محامي في صيدة للدفاع عن معتقلي الشباب السيداوي ليسوا من أنصار أحمد الأسير فقط يعني خلينا نقول ما عليش وهلأ اللي عم يعتقلوا في ترابلس مش كلهم مشاركين في المعارك ولا كلهم من أتباع عشاد المولوي أو الصباغ أو ما بعرف مين من القضاة المحاور في مجرد أنت زرحت على ترابلس في هذه اللحية يمكن تقيح حلف معتقل وموقوف وبالتالي فيه فيه ظلم أحيانا عم يكون مع الموقفين فيه لابد بدي يكون فيش محامين يدفعوا على هالناس الغلابة اللي ما عندهم حدا يدفع عنهم لا تنظيم سياسة ولا إمكانيات مالية ولا حق مرجعية تقدر تحميهم توصلهم قد يكون فيه موقفين بس ما كمان ما كمان فيه ناس مقاتل فيه ناس قاتل يوم اللي توقفوا الناس بصيدة عدد كبير كان من اللي تمقاتلين كل من يثبت اشتراكه في الكتال فليكن ليحاكم وإنه يعيقاب ومحدا محدا بقول لا ولكن الشباب المظلومين اللي الأبرياء اللي بس لحي ولا ولا حدا ما شا فيهم بروحوا بيوقفون وزتوهم بعد ما فزعني من قسة الدقن لا ما فيه تحقيق ولا فيه محاكم من هاي المشكلة لأنه بيزتوهم بيستجنوا خلص نسيوهم هون كان حرص السيدة بهير حرير على تكليف هؤلاء المحامين للدفاع عن شباب السداوي أولا واللي هلأ عم بيصير طيار المستقبل مكلف محامين بالدفاع عن شباب ترابلوس الهيدا اللي يثبت عدم اشتراكهم بدي أنهي موضوع خطاب الرئيس الحريري بالأمس ومهرجان لبيال بمبعض الخطاب وبدأ أسأل عن موضوع كمان غائمي عن شي غاب مبارح عن المهرجان حكينا أنه الغائب قد يكون الغائب الأكبر حزب الله وأنه ما توجه له الدعوة من الفريق الآخر بس في حدا وسطي مبارح كان غايب وما حدا فهم ليه اللي هو صديق رفيق الحريري وليد جنبلات لماذا غاب عن اللي بيال بالأمس لك بصراحة نحنا كنا عم نطرح هذا السؤال بالمهرجان وأنا قصدت أسأل صديق رفيق الحريري لأنه من بعد ما غير مواقفه النائب وليد جنبلات ضلت ذكر رفيق الحريري هي يمكن النقطة الوحيدة اللي بتجمعه بي 14 نزل نبيال نزل على الضريح طبيعي نزل على الضريح صباحا مع وفد كتير كبير بس مهرجان بيال غاب عنه تماما نحنا كنا عم نسأل بارح فيما بيننا مجموعة كنا بالمهرجان جمازة غابة وليد جنبلات صحيح أو ممثل عنه وهي دعلامة هو يعني غابة سياسية مش بس شخصيا يعني غابة سياسية يعني على الأقل بيبعث وزير أبو فعور بيبعث مطلق ممثل عنه صحيح أو بيحضر حدا من كتلته ويمكن مش ممثل عنه أما أن يكلف النائب هون ريحلو بتمثيله يعني مع احترامنا لأنه هون ريحلو بس في رمزية صحيح لمشاركة وليد جنبلات في رمزية للمشاركة اللي هي المعليشين رمزية الدرزية كمان صحيح ونية ليش كانت غايبين بارح بارح كنا عم نحكي فيها حقيقة وده علامة استفهام بعد علامة استفهام بعد علامة استفهام ما توضحت بحاجة لسؤال ما قبل الخطاب غير ما بعد خطاب سعد الحريري ماذا يمكن أن يتغير شوف ما في شك أنا فيه يقول أنه هذا الخطاب أعطى جرع لجمهور فيارة المستقبل كتير مهمة شد عصب نحو الاعتدال يعني جرعة سياسية وجرعة فيه بحاجة إلى كان هذا الجمهور لا يرجع يتمسل أكثر بشكل أقوى ويرجع يكون بأكثر صلابة في مواجهة التطورات المقبلية واثنين أوحى هذا الخطاب بأنه الحوار خيار لا عود عنه وحاسم حاجة وضرورة وحاسم وبالتالي لا خوفة على الحوار مهما تباعدت المواقف لوين ممكن نوصل بالحوار ما زال محدد له السقف الرئيس الحريري نقاط الخلافية نحن ما فينا نحسبها هلأ شرحت حضرتك أنه هذه نقاط الخلافية هي أكبر أكبر من أنه سعد الحريري أو سيد حسن فوق دريطونيا مظلوم إذا منقلهم تفضلوا حلونا الملفات هذه مظلومهم ليش لأنه بالنتيجة قرار مش عندهم وبالتالي خلينا نحضر نحن حوارنا بملفاتنا الداخلية ونحن كل خطوة من حقاقها بالداخل تنعكس انفراجا سياسيا وتنعكس استرخان أمنيا بالبلد اللي نحن بأمس الحاجة لأيله اليوم يعني قلتلك قديش خطوة إزالة الشعارات والصور والعلم سخيفي بيعتبروها البعض ولكن أنا بقولي على جانب كبير من الأهمية مذكرتنا حضبك معركة العلم صار في معركة على يارجل جانب كبيرنا الأهمية لأنه عامل جو ارتاح بالبلد مثل ما خالد ضاهر عامل معركة علم بطراب مثلا يعني وبالتالي أنه اليوم نحن قدامنا شغلة بعد يمكن قصة السلاح أنه كل ما دق القوز بجرد فلات السلاح بالشارع تماما بيظهر السلاح لأنه صار عنده مبرر هلأ ما بقى فينا نقول سلاح مش مبرر بس تكمن فكرتي ما بقى فيك تقول سلاح سرايا المؤامل لأنه رح يبرو لك اللي طالب طريق جديد هيدا سلاح مش في رائع فخلينا نقول برأيك سرايا المؤامل ممكن يضربوا بس فرحانين بالرئيس سعد الحريري يعني فرحانين هلأت تجلى الحوار يعني على الأرض سعادة هي بالحالتين يجب أن نقلع على قصة تلاقي النار في المنسبات تصوحني السياسية أمل اجتماعي لأنه بالنتيجة يعني عم بتكون ضرارة أكبر من فائدتها وما حدا بحاجة بقى لأطراف السياسية لعرض عضلات يعني بفهم أنا برحل توتر أن كل وحدة بجارة عضلاته ويقول أنا هون وانا مساحتي هالأد وانا عندي لكوة نارية هالأد هلأ اليوم نحن مش بحاجة لها الاستعرضات هذه وبالتالي خلينا نريح الناس شوية يعني خلينا نرجع للجو السياسي الخلاف السياسي ظاهر الصحي في النظامنا الديمقراطي مش خلاف شارع مش خلاف عقائدي بس خليه سياسي من نزله للشارع على مستوى مذهبية أو على مستوى العقائدة أو حتى على مستوى المناطقي بعد شوية حنا عمله هو هكسر للأسف للأسف يعني بدنا نسحبه هذا الخلاف من الشارع ما رأى ضمن الحوار كنت عبتحكي حضرتك أنه بتتمنى السيد ما يكون خطابه رد كنت بدي أسأل ماذا تتوقع أن يقول ألمين العامل حزب الله سيد حسن نصر الله بخطاب الغد بذكرى القادة شوف أنا بتوقع أنه بدي أكد كمان على أسات الحوار و بدي أكد على استمرار الحوار و بدي أكد على أنجاح الحوار و بدي أكد على جدية الحوار بالأمس سمعنا الشيخ نعيم قاصم عم يحكي بهذا الاتجاه أنه نحن رغم كل ما يحصل متمسكين بالحوار وجديين بالحوار و بدينا نعم على أنجاح هذا الحوار و بنتمألنا أنه جربوا الخيار الآخر اللي هو القطيعة شو كانت النتيجة كانت النتيجة وبالا عليهم و على البلد خلينا نقول الأمور كما هي معلي شي و خاصة على البلد و خاصة على الناس و على جمهورهم بالنتيجة إذا هذا الحوار إذا ما حقق الإنجازات الكبيرة فعلى أقل قطوة صغيرة عم تعمل شيء اسمه ارتياح يعني برأي حضرتك سيشدد على ضرورة أن يستمر هذا الحوار أن ينجح هذا الحوار أنا هيك تأديري أنا هيك تأديري أنا شاعر أنه في حرص من الطرفين على الحفاظ على هذا الحوار و على أنجح و على استمرار فيه بس ترجع أذكر أنه فعلا صدر بيان عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يقول فيه أيها الكرام من المقرر أن أكون في خدمتكم مساء يوم الاثنين في ذكرى القادة الشهداء لنحيي لنحيي سويا هذه المناسبة العزيزة و نظرا للمحاذير الشرعية و القانونية حتى بإطار الشرع و القانون و ما يلحق بالناس من أذى و المناسبة الكريمة أتوجه إليكم بكل إصرار و أناشدكم بكل ما هو عزيز عندنا و عندكم أن يمتنع الجميع عن إطلاق النار بشكل قاطع و أن يتعاون الجميع لمنع ذلك و أخص بالذكر الإخوة المسؤولين الذين عليهم بذل جهد مضاعف في هذا المجال و أشكركم على كل التجاوب و الالتزام الذي أرجوه منكم والله و ليه التوفيق هذا بيانة حتى تحية كبر حتى بإطار الشرعي و الأنوني مش بس الأنوني حتى بالإطار الشرعي يعني تكليف شرعي ممنوع التقصص هذا تكليف يعني شرعي خلاص و هذا اللي نحن بحاجة لإله و هذا يؤكد مدى الحرص على نجاح أجواء الحوار و الانفراج بالبلد و قديش في حرص على تنفيس الاحتقان بالبلد و هذه خطوة أنا بعتبرها خطوة استباقية برأيك ممهدة لخطابه خطوة استباقية سبقة خطاب و عم بتحدد اتجاه الخطاب الوفاقي والحوار و بكرة منذكر بعض إنه غدا لنظره بعد الفاصل الإعلاني الملفات الداخلية أيضا من موضوع الحكومة الخلاف الحكومي السلاح الموعود الذي لم يصل و ما إلى ذلك فاصل قصير و نعود أعود إلى لكم مشاهدين في الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم لبرنامج الحدث مع ضيف رئيس تحرير صحيفة اللواء السيد صلاح السلام السيد صلاح أبعد من موقف الرئيس سعد الحريري بالأمس و مهرجان لبيال ذكرى الرئيس رفيق الحريري و أيضا خطاب السيد المرتقب غدا في ملفات بالداخل اللبناني تغرق الساحة اللبنانية وتحديدا ملف الحكومة الرئيس الحريري غمز بالأمس من قناة الرئيس تمام سلام الله يساعده و شو غمز دعمه أكثر يعني غمز من الأزمة من الأزمة الله يساعده لا حياه طبعا حياه على صبره في هذه المرحلة اليوم الحكومة في مهبر ريح لا لا نقول حتى ما نقول لك مشطلح لا ما نقول لك حالة شي كل الأطراف السياسية مدركة تماما أنه ما في مجال أنه تفريط في هذه الحكومة بسبب بسيط أنه لا سمح الله هذه الحكومة فرطت البلد فرط النظام السياسي فرط والمؤسسات الدستورية فرطت ما في رئيس جمهورية يعمل استشارات نيابية ويكلف رئيسا آخر ما في مجلس نواب عم يجتمع لا يمسك بقرار السلطة ويتابع الطريق وبالتالي بدأت تصير حكومة تصريف أعمال كمان تفقد كثير من صلاحيتها وفعالية يعرف الرئيس تمام سلام تماما دقة هذه المرحلة ودقة موضوع الاستقال ما في شك ما في شك ما في شك هو لزيلك ما جاء بصيرة الموضوع الاستقال لا هو ما جاء بصيرة ولا بشكل لا لا حتى بكون مصفين واضح امتعاضه زيادة مرحلة رئيس نبيه ولكن بصراحة بلق بصراحة حالة ايش مأزاز انه الاطراف السياسية ما عم ميل تقدر خطورة المرحلة ودقة الظرف في العمل الحكومي وبالتالي عم بيحطوا مصالحهم على الطاولة من يريد نسف هذا التوافق اللي هو وحيد بالبلد ما بقف غيره من يحاول نسف أنا بتصوره ما حدا يتجرأ ويتحمل مسؤولية فرض هذه الحكومة وضرب هذا التوافق الوحيد اللي عم تقول عنه وحيد اليوم في توافق بالبلد غير عن موضوع الجلوس على طاولة الحكومة لأنه في حال ضربوا هذا التوافق وضربوا هذه الحكومة عوض بسلام تاكي ماذا يبقى جامعا قلت حضرتك سيسا إذا فرطت هذه الحكومة ما في رئيس جمهورية يعمل استشارات وبالتالي ما حدا يتجرأ أن يتحمل هذه المسؤولية التاريخية والوطنية الكبرى هذه واحدة رئيس تمام سلام مدرك تماما أنه ما في مجال للتفكير ولو لبرهة واحدة بيشي اسمه استقالي ولكن عم بيعلق جلسات مجلس وزراء مضبوط لأنه عم بيشوف تفاديا لمشكل أكبر أنه للجلسات ما عم تأتي نتيجة وبالتالي عم تتحول إلى مناكفات بس على الأساس صارت حكومة تصريف أعمال من دم تصرفها لا هذه أنا بيعتبرها أداة ضغط سياسية على الأطراف السياسية أن تعود تلتزم بالمسار الدستوري الصحيح وهون أهمية المشاورات اللي عم يعملها رئيس تماما أنه اليوم نحن ارتضينا أنه يكون فيه وإجماع بمرحلة من المراحل على الأساس رحين لانتخابات رئيس الجمهورية خلال شهر شهرين ثلاثة ننتخب رئيسا وتستخيل الحكومة وينتهي كل شيء طالما هلأ ما في بالأفق نبين انتخابات قريبة لرئيس الجمهورية وما في بالأفق أنه نحن رايحين نحو حل معين لأزمة الشغور الرئيسي إذن لابد وفي ظل هذه الخلافات المستحكمة واللي عم تاخد طابع شخصي وانتخابي بين الوزراء وخاصة بين وزراء الطيار العوني والوزير والتصحرب والأطراف الأخرى فبالتالي لابد أن نعيد النظر بموضوع الاتصالات والعمل المصاري اللي بدأت روح البلاديات والاتصالات ما هي أبعد من هيك قبل ملف النفايات كده يفجر الحكومة على أي خير دقيقة يعني ولو موليد جنبلات وافق على الطرح كان الموضوع رايح كان الحكومة راح على تفجير ده علاقة بيشي اسمه صفاءات بيشي اسمه أموال عم بيعمل خلافات داخل الحكومة ما هيك وبالتالي هلأ في طرح وهذا اللي عم بيقوده الرئيس تمام سلام العودة للنص الدستوري راح عند الرئيس نبيه بر بس كان واضح الرئيس بر بموضوع التصويت ايه انه نصدد واحد والتلتان بالأكترية ما في نص دستوري يعني الرئيس بر يلغي يلغي قانونا موضوع 24 رئيس ايه هو بالنتيجة 24 رئيس مش مش صيغة أنونية لا مش صيغة أنونية ولا صيغة دستورية بتضعت وقت تشكيل بيحكومة بس انه تسوي كانت منه حساس مؤقتة لن نصل الانتخاب الرئيسي على وين وين المشكلة بين النص الدستوري انه الشهور الرئاسي المنصب المسيحي الاول بالبلد عملي كمان يساعد في هضم الدور المسيحي او في اضعاف الدور المسيحي في المعادلة الوطنية في الادارة السياسية خلونا نكون نحن كوزراء مسيحيين لنا صلاحيات رئيس جمهوري تحت هذا الاعتبار كان فيه نوع من تساهل انه فلتكن بتطمين ايه هيدا اللي بدي اسأل الاطراف المسيحية اليوم اذا رجعنا نصد يد واحد او تلتان نهير قصة تحول اليوم صار بتلتان وبنصد يد واحد بيمشي قرار بحكومة وبرئيسه بلا ماشي البلد ايه مهدية ببقى فيه ازمة 24 مهد مزبوط وبالتالي يعني السوق استغلال هذا الهجسة الصلاحية هذا هي الصلاحية بهذا الشكل واستخدامها ليه مصالح شخصية عم بيخلي الرئيس تمام سلامه حتى الرئيس نبي بري عيده النظر انه لا خلينينا نرجع للناس الدستوري توافق اذا تعذر تصويت التلتين الملفات الاساسية الكرارات وطنية الاساسية نصد يد واحد الكرارات العديدة ايه بص على هالأساس ماشي الدول بلا رئيس جمهورية فيه وبلاء وما بقى في حدا يعرق له مش اذا وزير منع بيعرق للقصة وخلص طيب هلأ هلأ ماشي امور الدول برئيس جمهورية وبلاء اذا فيه الاربع وعشرين فيه رئيس جمهورية ماشي وزراء مش ماشي كمان معاي وبالتالي سيقبل سيقبل الجانب المسيحي بانه نروح على الاطر الانونية بعمل مجلس الوزراء نحن هيدا هيدا بيت القصيد انا اشكت عم بقول انه هيدا العقد دي ليش لانه فيه محاولة لتطمين وارضاء جانب المسيحي ولكن المستخدام هذا الصلاحية من بعض الاطراف المسيحية عم تسيق لهذه الفكرة ولهذا الهدر وبالتالي عم تؤدي الى تعطيل عمل مجلس وزراء بدل ما تساعد على التفعيل العمل الحكومي وبالتالي يعني بده ينقلهم انتو كنتو السبب بانه بدنا نرجع للأطراف المسيحي مثل ما انتو السبب خلافاتكم عم تعطل انتخاب رئيس الجمهورية خلافاتكم عم تعطل العمل الحكومي وعم تعطل هذا الصلاحية اللي أعطيها لكله بري بيطرحوا بإشارته لأنونية تعاقد الجلسات ونزد واحد حسب النزد دستور المادي 65% 100% زار مبارح الرئيس سعد الحريري رئيس تمام سلام في بيت الوسط وتناقش معه أظن بهذه النقطة يعني منحك عن الموضوع بس أكيد الرئيس تمام سلام إشارة الرئيس سعد الحريري بالخطاب وزيارته بالأمس تشيام بأنه الرئيس تمام سلام عم يتحرك بهذه الإطار شو بعد لازم يعمل الرئيس تمام سلام لا يطلع بشكل واضح يقول أنه أنا بدأي يمشي هيك ممكن يكون إلو جولة على القيادات ما حين يمشي هيك إلا إذا كان فيه توافق سياسي بس بس برأيك رح يكون فيه توافق السيد صلاح رح يقبل الجانب المسيحي خصوصا من الأطراف المسيحية رح يقبل الجانب المسيحي بالعودة لتسلولية الجلسات لأنونية إذا بدي تحمل جانب المسيحي مسؤولية ما ستولى لأي الأمور يعني مثل ما الناس عم تحملهم مسؤولية الشهور الرئيسي بسبب خلافاتهم بدأت تحملهم كمان مسؤولية تعطي المجلس وزراء بسبب هذه الخلافات يعني طبع فإذا يعني رهن الأيام اللاحقة المشاورات اللاحقة بدنا نشوف شو ممكن يصير بهذه المشاورات لرؤية ماذا يمكن أن يحصل في داخل الحكومة بس الأكيد أنه التنازل عن الموقع مش وارد عن الرئيس السلام لا لا ولا بشكل الاستقالي أبدا ولا بشكل تدخل بلاد في فراغ أكبر مما هي في اليوم طبعا وهو مقدر لهذه المسؤولية هي مسؤولية وطنية ومدرقة الرئيس تمام بشكل كتير واضح وحاصم ولكن هذا لا يمنع أنه يعلق جلسات مجلس وزراء يعني هذا الشغل مختلفة تماما ملف السلاح فيه ثلاث مليارات بحسب معلومات الفرنسية السعودية أنه سلك الطريقة ورح توصل وعدنا أول نيسان بدك نكون عندهم الفرنسوية أول نيسان مثل عنا لا ما بتصو هاي أزمة في جدي في جدي في مصالح فيها لأنه بالنتيج مش لا مش قصة أنه والله كلمة العيون لبنان هاي دي نافي كنت بدي أسأل سلاح بعد ما شفنا شي في مصالح أولا نشوف جيش يستنزف من دون أن نرسل حلا السلاح هو نوعين فيه سلاح جاهز وممكن تسليمه اللي هو سلاح الخفيف والمتوسط وفيه سلاح الساقيل اللي بده تصنيعه هبت الثلاث مليارات عم تعمل فعلا لأول مرة في تاريخ الجيش اللبناني منذ عهد دولة الاستقلال عم تعمل تسليح فعلي للجيش جوي على الأقل ما يحتاجوا الجيش طيران نفاس هليكوبتر دبابات حديشية بحسب المعلومات أنه قائد الجيش نقل موضوع الطيران لهبت المليار لحتى يكون سلاح أمريكاني أو قيادة الجيش اه لا لا تعقد على سلاح كتير نوعي بموضوع 3 مليارات وأيضا فيه نصف مليار الإضافية اللي هي الرئيس الحاريني عم بيشير السلاح بشكل مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية ومن روسيا إضافة لسلاح الفرنسي هدي مكملة يعني 3 مليار ونصف للجيش بس القصة أنه ما شفنا شي لا ما هو ما ليش عامل لك أنه السلاح السقير بده تصنيع بدأت تصنيعه وتصور بدأ يعني يبلش بنهاية العام أو مطلع العام الجديد بلش جود توصل طلاق وليش لأنه فيه مراكب بحرية فيه تيران نفاس فيه تيران هليكوبتر متطور فيه دب بيت حديثي تستعمل القذائف الزقية على الرادار وهذا يعني فينا نقول أنه سلاح متطور وحديث جدا هبت 3 مليارات مثل ما بنعرف مشروطة بأنه تكون سلاحا فرنسيا فقط هبت المليار فيه حرية حركة فيها عم يتوضع عم يتحرك فيها رئيس الحرير من هبت المليار الرئيس سعد الحرير عم يتحرك ويؤمن دفعات سريعة على الجيش الأولياني في نص مليار للجيش سواء تسليح سواء تسليح سواء تسليح تجهيز سواء برامج يعني برامج الحسوب الكمبيوتر يعني اللي بتساعد على الرصد والمتابعات الأمنية دقيقة أو سواء حتى بالنسبة لبعض أنموع من الدبابات أو المدفعي الفعلي ولذلك عم نشوف نحنا أن اليوم فعالية الجيش في جرود عرسال ورأس العلبك تضعفت عما كانت عليه في عرسال سنة 2014 وعم يقدر الجيش تصدى للتجمعات المسلحين كل يوم عم بيحاولوا وكل يوم الجيش عم بيصد وكل يوم بيصد لنش لنصر عنده قدرات نارية مناسبة بالأول ما كان عنده قدرات نارية مناسبة كان المسلحين قدراتهم النارية تفوق أضعافا مضاعفة قدرات الجيش أنا بهذا الموضوع تحديدا بموضوع عرسال فيه سؤال يسأل من لما بلشت معركة عرسال لليوم بيقاب الماضي لليوم مازال نحن الجيش عم نأمن له أو عم قبل كل شي فيه إجماع شعبي على دعمه على قصة الحدود وبرحة مائس سعد حبيلي يأكد إجماع مطلق سياسي وشعبي على دعم الجيش بمنطقة الحدود فيه إجماع على ضرورة محاربة هذا الإرهاب توصيف الإرهاب لهذا شي فيه حالات كتير شاذة بالداخل المبناني بس كتير صغيرة هذه الحالات اللي هي عم تدعم فيه إجماع شعبي وسياسي على توصيف هذه الحالة بالإرهابية ونحن بحاجة لصدة ولضربة اليوم كثيرا ما يسأل لماذا لا تنسق الدولة اللبنانية مع الدولة السورية لوضع هؤلاء الإرهابيين في تحت ضغط فكاي كماشا شوف أنا بحكيك من موقع المعلومي مع لشي أكيد التنسيق الأمني بين دمشق وبيروت تشغل في تنسيق أمني دائم ويقوده اللواء عباس إبراهيم وبطغط سياسية خلينا نقول يعني مش مش فاتحة حسابه الرجل أولا وتانيا المراجع السياسية المعنية على اطلاع بهذا الموضوع وبدليل أنه الجانب السوري أعلن استعداده لتسهيل مهمة الجانب اللبناني بتبادل مع الأسر العسكري في حالة تطلب الأمر لإفراج عن عدد منها سجنات أوكي هذا بموضوع تنسيق الأسرة وعبر اللواء عم نحكي لا لا مش بس بالأسرة عم بيحكي أنا تنسيق أمني يعني موضوع عرسال فيه تنسيق أمني بين الجيشين اللبناني والسوري هلا بموضوع العسكري بعرسال عم بيكون في تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري حسب ما تدعو الحاجة وما تنسى أنه نحن اتفاقياتنا الأمنية بعد شغالي لم تلغى اتفاقات التعاون معقودة بين الجيشين اللبناني والسوري ما زالت قائمة وفاعلة ولم تلغى هون سؤالي قائمة ولم تلغى فاعلة أنا حلك إلى فاعلة وحلك الجانب السوري عم بيطالب بتنسيق من نوع آخر هو التنسيق بين الحكومتين يعني تنسيق سياسي مش تنسيق أمني وبالتالي لما أخذوا تدابير على الحدود من شين تنظيم دخول السوريين دخول السوريين إلى لبنان احتج الجانب السوري وقال هذا كان لازم يكون في تنسيق بين دولتين صحيح بين الوزارتين المعنيتين بالبلدين هذه النقطة الخلافية الوحيد البائي أما على صعيد التنسيق الأمني والعسكري لا فينا نقول حاصل هذا التنسيق ومستمر وفيه مصلح على الطرفين ولابد أن يكون موجود لأنه في مصلح على الطرفين يعني لما ينسى الرئيس سعاد الحريري يقوله لحظب الله تعالى نتفق على استراتيجي وطنين لمحاربة هذا الإرهاب ما حيكون فيه تنسيق بين الجانشان اللبناني والسوري بهذا لهذا يعني خلينا نحكيها بالمقاييس المنطقي يعني بالسياسة فيه أمل التنسيق لا أنا ما شايف حاليا حاليا ما شايف حاليا ما شايف فيه مجال التنسيق سياسي بين البلد لا يقبل الرئيس تمام سلام أن تنسيق الحكومة فيه سياسي أنه لبنان ينقى بنفسه رسميا عن الأزمة السورية عمين نقى بشي وشي لا 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 رسميا أنا عم بحكي انتبه حكوميا مش عم بحكي أطراف سياسي أطراف سياسي كل واحد ماشي بسبيله يعني لكن أنا عم بحكي كدولة لبنانية فيه نقى بنفسه وخليننا نقول يعني معلش بس بعد بينفع نقى بنفسه عنا أسرة بعد بينفع نقى بنفسه فيه في عحدودنا قنوات يمكن التنسيق السياسي بضر بها المرحلة أكتر ما يفيد يمكن يبضر لبنان أكتر ما يفيد يمكن بما تبقى لدينا من وقت بعض في دقايق بدي بأمره على موضوع ما حصل في طرابلس والزوبعة اللي أطلق نائب خالد ظاهر العضو السابق في كتلة المستقبل بس ما زال عضوها في الجس نواب ومعين بغض النظر بس أنا عم بحكي كتلة مستقبل نعم اليوم الشمسية الكيم متغطفية اللي هي كتلة المستقبل نعم ما أعرف إذا هو سحب أو سحبت منه بالمحصل المخرج كان نعم نتيجة وحدي بأنه علقت عضويته نتيجة وحدي بمفهوم اللغة العربية وحضرتك أستاذنا باللغة العربية تعليق العضوية هي تجميدة وضعها بفريزر كتلة المستقبل أرادت تجميد هذه العضوية أم فعلا سحبت هذه الحالة اللي اسمها خالد ظاهر من إطار كتلة المستقبل شوف بالحالتين سواء تعليق أم تجميد أم سحب الهدف بالحالتين فينا نقول إنه ما عدا نائب خالد ظاهر يمثل رأي وموقف كتلة المستقبل أو تيار المستقبل والمطلوب كان يسال هذه الرسالة للرأي العام بالشكل كانت كتير واضحة أنا عم بحكي إنه بيان كتلة المستقبل عادة يشرف على كل كلمة فيه الرئيس فؤاد السانيورة الرئيس فؤاد السانيورة باللغة العربية مرعب مش دقيق مرعب مرعب الرئيس فؤاد السانيورة بعدها بيستعلم بيستعلم الألم رصاص يعني بيكتب و بمحن قد ما بده بيكتب و بمحن و بعد ما بده مشان هاك مشان هاك بيبين كتلة المستقبل و ديوقف الواحد عنده فاصلة تعليق العضوية بمحهوم لغة الرئيس فؤاد السانيورة قد يفسر على إنه تجميد مش إبعاد لخالد ظاهر شوف هي فعلا تجميد ولكن نتائجه شو؟ إبعاد ما بقى تحمل كتلة المستقبل خالد ظاهر؟ نتائجه إبعاد إنه إلا روح أنت تحكي لي بدك يا بس أنت ملاك علاقة ولا تحملنا مسؤولية كلامك ولا مسؤولية مواقفك هي ما بقى تحمل كتلة المستقبل مواقف مثل مواقف خالد ظاهر؟ أنا تصوري الرئيس سعد الحريري كان حاسما في هذا الاتجاه لأنه صبق ووجه له أكتر من ملاحظة حتى ما نقول إنزار يعني لا نائب خالد ظاهر يعني سرب عنه انطلب منه رئيس سعد الحريري الاعتذار وقال إنه ما قال شي غلط لا يعتذر ما عمل لك خصوصا إنه المواقف عم تكون كانت فاقعة بالنسبة لمواقف تيار المستقبل بالنسبة للجيش بالنسبة للخطط الأمنية بالنسبة للموقف حتى من وزراء تيار المستقبل بالحكومي فعم تكون المواقف فاقعة جدا هددوا هددوا لأجيب هذا المشتوق إجت قصة الأخيرة يعني كانت كثير تصريح أنا ما بدي أقول شي بدون كان مرتجة وإمثال لا يمثل تيار المستقبل بالمطلق لا يمثل تيار المستقبل ولو يمثل جمهور تيار المستقبل يعني خلينا معلش نقول كمان يعني هذا الكلام لا يمثل قياد المستقبل ولا جمهور تيار المستقبل بدليل أنه لجمهور تيار المستقبل في ترابلوس بده يعمل حلة لقصة ساحة الرئيس عبد الحميد الكرامي بده يرجع للمدينة أجواءها الحقيقية هاي دي الساحة سميت ساحة النور ورفعت فيها هاي الشعارات بأيام حركة التوحيد بالثمانينات يعني اللي كتير ناس بيعتبروها كانت مرحلة عصيبة في ترابلوس حتى ما نقول شيء آخر وبالتالي الناس بده ترجع ترابلوس لهويطها طبيعية وحتى قال وزير النهار المشنوق أنه مكان مطروح ليس إزالة اسم الجلالة تماما يعني قلعت لمسلمين ترابلوس هذا الشعار اللي كان بده يستبدله الوزير النهار المشنوق بأي قرآنية ادخلوها بسلام آمنين أولا وضع لفظ الجلالي بهذا الشكل العشوائي لا يجوز هل هو بفترة من الفترات بس فكرة عطراضية بفترة من الفترات بالسابق أول ما خلصت حرب لبنان وفتنا بمرحلة السلم الأهلي وإعادة أعمار البلد كان في حديث عن سحب اسم الجلالة وضعه على مبنى مبنى ملاصق للساحة تمهيدا لإعادة تمثال رئيس عبد الحميد كرامي ويوم المناكفات السياسية أنه ما بده يرجع عبد الحميد كرامي على ترابلوس وكي لا يعود تمثال عبد الحميد كرامي إلى مدخل ترابلوس أبقت اسم الجلالة في وسط الساحة بدل رفعه على مبنى ملاصق للساحة شوف أولا وضع لفظ الجلالي بهذا هذا لا يليك يعني لا يليك ولا بشكل يجب إيجاد حل له وإذا بدنا نحط لفظ الجلالي في مكان ما يجب أن يكون مكان يستحقه ويحافظ على جلالته اثنين ما إعادة تمثال الرئيس عبد الحميد كرامي إلى ساحته إلى مكان الطبيعي اليوم إذا بدنا نتنكر لهذه العائلة الكريمة اللي قدمت شهداء واللي قدمت البلد والمواقفة الوطنية معروفة وقريف عبد الحميد كرامي بالاستقلال وبالنتيجة بطل الاستقلال إذا بدنا نتنكر له بكرة بيجينا حدا يتنكر للرئيس رفيق الحريري بكل ما قدم له من تضحيات وجهود لإعادة إعمار لبنان بكرة بيتنكره للرئيس رياض الصلح بيتنكر للرئيس صائب سلام وبالتالي مبعوض في عنا قيم ووفاء لزعمائنا وقاضتنا اللي قدوا أدوار تاريخية لماذا لم تقوى السياسة على الحراك بطرابلس؟ يعني تمسح بالفتيل لا بالواقع يعني في عمل سياسي كان عم يتنبز يمكن مش كتير كان ظاهرا وما تنسى أن الحساسيات اليوم الدينية والتطرف اللي عم بيسير بالبلد عم يلعب دور بس يشهد يشهد لشيخ مالك الشعار في الموقف اللي أخذوا بهذا الإطلاق موقف سمحت مفتي الدكتور مالك الشعار دائما موقع وطنية ومتقدمة ما هلشي وهو معروف عنه أنه هو فعلا مفتي المدينة وليس مفتي المسلمين في المدينة هي مش كلته مع المتطرفين أنه متعم بأنه مفتي المدينة مش مفتي المسلمين وهذا دوره هو هو هذا هو دور المفتي المسلمين الحقيقي هي مشكلته مع المتطرفين بتهمينه بأنه مفتي المدينة تماما يعني عبعيروه تماما لا وبالعكس أنا بعتبره هاي دي شهادة وطنية يعني المواقف الوطنية الرجل لا ما بدأ يعني شهادة من أحد لا بدأ فحص دا من أحد من شان هيك أنا بقول شغلي أنه اليوم ما حصل في ترابلوس يجب أن يستكمل مش يوقف عندهنه بس ولكن أنا مني مع القول أنه هذه الرأي لم تعود مقدسي لأنه زبح تحت جنود لبنانيين هذه الرأي عباراتها مقدسة عند المسلمين شأنها مقابينا في ناس عم يسيقوا واستغلاء هذه الرأي هن يتحملوا مسؤوليتها هذا لا يعني أنه الرأي لم تعود مقدسي فهذه نقطة كتير مهمة وكتير مركزية وهذه يمكن استفزد كتير ناشة صحيح استفزد شارع في ترابلوس بس ما هو كمان حينما يسأل هذا الفريق اللي عم بهاجم هذا الموضوع بيقول أنه اسم الجلالة أو ربنا ليس بحاجة لساحة ربنا ليس بحاجة لحتى الرأي يعني مفهوم لا إله إلا الله هي في القلوب أكثر مننا بالرأيات الرأي لا تمثل أن هذا الاسم في القلب صحيح ولكن أنا ما بقدر أقول أنها ليست ما لم تعود مقدسي يعني جابة كتير مهمة ليه لأن العبارة التي تحملها هي الإسلام بالنتجة هي اختصار الإسلام كله معيك ولا لا وبالتالي بدنا نكون يعني حريصين أنه ما نثير ردود فعل نحن في غنى عنها أو نعطي المتطرفين فرصة أو مناسبة يستغلوا مواقفنا أو طروحاتنا بشكل يسيء لإله نحن لهون بنتهي وقت حلقتنا أنا بدأت شكر حضورك معنا استيس صلاح سلام في هذه الحلقة شكرا على هذه القراءة انطلاقا نشوف وين بلشنا بخطاب الرئيس سعد الحريري بالبيال وصولا إلى الحوار في الداخل اللبناني إلى ترقب لكلمة الأمين العام لحزب الله غدا إلى الحكومة ومواقف رئيس سلام إلى موضوع السلاح والداخل اللبناني كله جرد سريعة أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة دايما ضيف عزيز في هذا البرنامج وعلى أمل اللقاء القريب بك في حلقات تقبلة لمزيد من القراءة فيها الأحداث والتفاصيل شكرا مشاهدين لهم بنتهي موعد حلقة اليوم موعد جديد لحلقة جديدة من برنامج الحدث قطال عليكم غدا عشر ونص صباحا بتوئيط العاصم بيروت حتى ذلك الحين بقية نهار هادئ ومشمس إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة